صحة الفل عمّنة ازاي الصحة نهار ده اول يوم تصوير هازين نركز كده ونعمل حاجات حلوة زي كل مرة ما شاء الله الله وما صلى على النبي هاتشكلاتي ايه دي؟ ايه الحلاوة دي؟ ده جاي عشان التصوير يا أولادل ايه انا بقى احب العداد دي لو اول يوم تصوير نتبح ناكل كلنا الناس تهيص ما حاجة نتبحوا غيري نتبح مين؟ نشيل ايدك متوديش نفسك في دهن ايه ده ومش ده جاي عشان اول يوم تصوير نتبح وانها هيص وكده؟ نتبح؟ ده جاي عشان يتصور عشان هو بطل الاعلان بطل الاعلان؟ اما لنا بقى ايه؟ اهو بطل الاعلان وأنا بابا غنوجي الاعلان مثلا؟ ششششش! وطي صوتك على فكرة موكن يسمعك ونفسي ايه ده تتأثر انت متعرفش ده مين؟ ده خروف بـ بـ تشيرت ايه ده؟ لا طبعا ده مش خروف عادي ده كابوشون كابوشون؟ ده كابش بلد يا سارة بلدك ايه؟ ده جاي من فرنسا عشان الاعلان بتاعنا لا تبتشتغليني عشان ومين الاخ ده كمان؟ ده المدرب نخص عليك يا سارة انا قلت ميت مرة لما يكون دوري استعراضي تبلغوني قبلها علشان خاطر ايه كل حاجة خفيفة افطر بليلة بتاع بصي ينفع كده؟ حد جاب صرتك؟ ده المدرب بتاعه؟ لا بتاع مين؟ بتاع كابوشون؟ مدرب للخروف؟ احمد كل عيش يا حمد بص على الفكرة هو جاهز وانت مش جاهز هو كده جاهز؟ بيجهز في ثانية انت بص انت مش روح غاير هدومك معلش غاير هدومك وكل عيش اللي كل عيش كل عيش انت بتكلمين ولا بتكلم الخروف؟ لا 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 بصي لا لا بصي لا لا انا حاسس لا في حاجة غلط لا لو انا والخروف في اعلان واحد يبقى اكيد انا طبعا بطل الاعلان طبعا 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 لأول مرة في مصر لانشنداني من جبال القلب في فرنسا كات لا 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 احمد كمل 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 ايه؟ هوي هوي الخروف ما انا كنت تبقى هوي لما نصور ههوي تاني حاضر لا نصور ايه هوي 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 الخروف حران حران ايه ما هو اللي لابس صوفه متغطي انا هعمله ايه ده؟ انا عندي مشكلة كبيرة جدا مع المكياج طيب وشه وشه بيلمع مكياج؟ مكياج بسرعة؟ لا 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 يا جماعة لا 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 معلش انا بحب اطلع بسيط كده عشان ده شخصيتي يعني ما ما تزودوش حال ايه ده؟ الله تعملوا الخروف مكياج؟ انا محدش قال لي اغسل وشك حتى افرد له افرد له اللي افرد هالو عشان فيها تجاعيد كده مش مش لذيذة مكبراه في السن لا اضبط الفروة لسه اضبط الفروة صديقة تبقى اوجرة الجزار قريب خالص ان شاء الله قادر يا كريم اكشن لأول مرة في مصر لنشنداني من جبال القلب في فرنسا ستاب يا استاذ فيه اداء ومش عاجبني ده اقل عن الضارة وزود شوية طب اعمل اي حاجة في الشخصية ديها انفعال اهوي مثلا بحقد حلو كده تمام انفعالاتي زريفة انفعالات ايه يا احمد انا مش جايب وشك اصلا انا قاطع من عند البنطلون حدك جايب بنطلون بس طب بالنسبة للطربوش ده يعني انت وبتعلموني بيه ولا مالوش مكان في الدولاب انا مش فاهم يعني طب يا استاذ معلش ثاني واحدة ثاني واحدة بالنسبة لانفعالات البنطلون زريفة تحب ازود كسر في الشخصية اعلي الاداء طب طب ممكن دي ايئتين بريك بس اصبط الحجر واعلي الانفعالات من هنا كده دي ايئتين بس بريك ايه يا احمد؟ دي ايئتين؟ ما عديش انا وقت للكلام ده حال استاذ الخروف بس محتاج بريك عشان هياكل فاداءه هيتحسن بريك طيب يا جماعة بريك ربع ساعة عشان الخروف ايه ده؟ ايه ده؟ ايه؟ ايه؟ كلت وريحت؟ تعرف انا باكوا ليه؟ سندوتش فراخ الفرخة دي بنت حلال ضحت بنفسها عشان خطر الناس تا كلها وتنبسط دي فرخة عارفة دورها في الحياة أنا عايز أسأل حارتك سؤال يعني أنت الشهرة والمجد والنجمية وكل ده أخيرته إيه؟ هتكبر والقرون دي هتشقق وفروتك هتقع أو الصحفين كل يوم والتاني ينتفوا في فروتك ولحمتك هتشغت وهتبقى حالتك وحشة خالص وفي الآخر هتلاقي نفسك عمال تعمل عمليات تجميل علشان خطر تفضل تحت الأضواء أطول وقت ممكن وهتموت غالباً يا فيلا يا إما في شقة عن نيل لوحدك حزين مطروض من كل الناس ممكن أنت لسه عندك فرصة أنك أنت تعمل زي الفرخة دي وتتدبح وإنت في عز شبابك كده وصحيتك حلوة ولحمتك جميلة أيوة أنت مش فاقلش فصدقني يبدل اللحمة دي دلوقتي تشم النار كده تبقى زي العسل بدل ما أنت السكينة سرقاك كده ومش رايزة تخليها تتباحك وبص أقول لك اسمع لو عايز جزار إيده تتلف في حرير عندي يا معلم الله انت قلت له إيه يا ابني هقول له إيه يعني وأنا وأنا بعرف يا مأمأ كده يا أحمد ما كنتش عارفة أنه نفسنا تخليك تعمل كده أنا أنا نفسنا على خروف قال له يا صار قال له كلام بشع هو خلاص مش عايز يمثل معاً تايمين ويه خلاص هتممثل ما كان أحمد أمين ايه ده هو بيقول أنه مش هيردى بقى قل من أحمد السق ويه الخروف قال كده أيوة قال أحمد السق طب قالها إزاي دي قوليلي كده السق خرفاني كده سمعيني طيب كلمتوها سارة كلمو يا جماعة تكلموا السق ايه اللي تكلموه والله العظيم تتعرضوا لإهانات ما لقاش حدود يا جماعة إيه اللي السق يجي يجي يشتغل مع خروف معهولة كلمناه خلاص وجاي في خلالة التساعة وبيقولوا أنه كان نفسه من زمان أنه يمثل مع كابيشون طيب ويفي من في نارمو؟ أبريفو سارة أنت بجد كلمتو سق وهيجي مع كابيشون وكده ما أنت سمعني وأنا بقول كلمناه جاي في السق خلاص هل ممكن بأي وسيلة ممكنة أعمل أنا دور الخروف سمعني أشكي مع كابيشون وكووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو